الآن خلينا أنا وإياكم نحل على الجزء الأول من درسنا اللي هو حل المعادلة التفاضلية إجي السؤال حكالي حل المعادلات التفاضلية الآتية كانت أول سؤال المعادلة التفاضلية التالية اللي هي ثلاثة صاد دال الصاد بساوي اللي هي جيب سين دال السين زي ما أنتوا شايفين المعادلة كل إشي جاهز هون هاي الصادات مع دال الصاد هاي السينات مع دال السين إذا كانت جاهزة إذن مباشرة بجري عملية التكامل يعني ثلاثة صاد دال الصاد مشي جيب سين دال السين إذن هون بجري عملية التكامل مباشرة بحط تكامل الطرفين الآن تكامل ثلاثة صاد هي ثلاثة صاد تربية على اتنين ويساوي شو تكامل جيب اللي هو سالب جتا سين زائد جيم لاحظوا انه حطيت جيم ثابت التكامل مع السينات ولا يوضع مع الصبر هيك حلنصح هسا اذا حدا والله حاب بيطلع صاد لحاله هذا اشي بيرفكت يعني فانا شو باجه بعمل بضرب المعادلة باثنين فبتصير عندي ثلاثة صاد تربيع بساوي سالب جتا سين زائد جيم مضروب ايش في اثنين ليش؟ اثنين مع اثنين راحت وهي انضربت في اثنين ممتاز صائب بدنا نخلص من الثلاثة اذا بقسم هون على ثلاثة بقسم هون على ثلاثة راحت فصفت صاد تربيع بساوي اثنين على ثلاثة في ناقص جتا سين زائد جيم ممكن بدأ خلص من التربيع فباخد الجذر التربيعي لا الطرفين فصفت عندي صاد بتساوي الجذر التربيعي اثنين على ثلاثة ناقص جتا سين زائد جيم هاي أبسط صورة إلها لأنما تخليها بدلالة صد ممتاز طبعا هذا الحل صح ما حد بقدر يحكي إشي بس إذا عناها بصد بيكون أحسن وأحسن طيب ناخد كمان سؤال لو كان السؤال التالي بيحكي لي دال الصد على دال السين بساوي سين تكيب صد قوة أربعة طيب بسأل حالي سؤال هل السينات والصدات مفصولين؟ لا هون سين صاد هون صاد صاد سين إذن أول إشي بعمله بخلي دال الصاد هون دال السين أو أنت بتختاره عادي يعني ممكن هون دال الصاد تخلي هون دال السين أو حد ما هون عمل دال الصاد هون ودال السين الطريقتين صح طيب إذن ضل بس إحنا نحط هنا واحد ونجري عملية ضرب تقاطعي فبصير عنا أو ضرب تبادري فبصير عنا دال الصاد في واحد دال الصاد بساوي دال السين اللي هي سين تكعيب صاد قوة أربعة دال السين إذن هاي دال الصاد وهاي دال السين هون دال السين بنا نخلي السين محة إذا منا نخلص من مين؟ من صاد قوة أربعة منا ننقلها على الجهة الثانية إذا كانت العملية ضرب بخلص منها عن طريق القسمة إذا كانت العملية قسمة بخلص منها عن طريق الضرب إذا كانت جمع بحولها على الجهة الثانية إيش طرح إذا كانت طرح بحولها على الجهة الثانية جمع تبهوا يعني الجمع بلغي طرح والطريح بيحول الجميع الضرب قسمة والقسمة ضرب إذن هاي عملية ضرب كيف بخلص منها عن طريق القسمة إذن بقسم على صاد قوة أربعة على صاد قوة أربعة صاد قوة أربعة مع صاد قوة أربعة راحت فصفت عنا المسألة دال الصاد على صاد قوة أربعة بتساوي سين تكعيب دال السين إذن انفصلوا هاي الصادات هاي الصنات دال الصاد طبعا أهم إشي في السؤال إنها تكون دال الصاد و دال الصين في البسط فور اوعوا تخلوا دال الصاد و دال الصين في المقام اوعوا هسا السين و الصاد عادة تكون في البسط و المقام ما في أي مشكلة أما دال الصين و دال الصاد لازم تكون في البسط أو إذا فيش بسط و مقام يتخلص هي موجودة أما في بسط و مقام دال الصاد لازم تكون في البسط صاد كانت بسط مقام ما بهمنا عادي نكاملها وين وين تكون موجودة الآن مدام أنا فصلت والأمور تمام بجرع عملك التكامل إذن بكامل اللي هو ايش الطرفين طيب لما كامل الطرفين بيصبح عندي بيساوي طيب دال الصاد هنا بنا نزبطها طبعا دال الصاد على صاد قوة 4 هي نفسها يعني هون هي نفسها الصاد قوة سالب 4 دال الصاد هاي تكامل وهاي جاهزة تكامل سين تكعيب دال الصاد انتو بتعرفوا لما تكون صاد بالمقام مرفوع لقوة لازم ايش نطلح على البسط هيك بنقدر نجد تكامل طيب شو تكاملها بزيد واحد إذن ناقص 3 على ناقص 3 بتساوي صاد تكعيب تكاملها صاد قوة 4 على 4 زائد جين بدكم نزبطها منزبطها بنضرب المسألة كلها في سالب 3 عشان نخلص من سالب 3 فصفت عندي صاد قوة سالب 3 بتساوي سالب 3 في سين قوة 4 على 4 زائد جين شو عملت ضربت المسألة كلها بايش في سالب 3 ليش عشان أخلص من سالب 3 طيب هنا قوة يعني هاي قوة سالب 3 كيف بخلص منها يا إنه بحطها 1 على صاد تكعيب أو من بيحكي لي يعني هي أنصب طريقة لكم يعني إنها نحطها 1 على صاد تكعيب بساوي سالب 3 سين قوة 4 على 4 زائد جين ممتاز هاي كيف بخلص منها بحط 1 وبضرب تبادلي نعم هاي حطينا 1 بضرب تبادلي 1 في 1 اللي هو 1 بساوي سالت تكعيب في هذا المقدار سالت تكعيب في المقدار هذا كامل على 4 زائد جين طيب بدي سالت تكعيب لحالها إذن بخلص مع كل المعامل المحا إذن بقسم على هذا المقدار كامل إذن بقسم على سالب 3 سين قوة 4 على 4 زائد جين وهو النفس الإشي بقسم على سالب 3 سين قوة 4 على 4 زائد جين هذا المقدار مع هذا المقدار بروح إذن صفت صاد تكعيب زي ما أنتوا شايفين بتساوي هذا المقدار اللي هو 1 على سالب 3 سين قوة 4 على 4 زائد جين طب أنا بدي صاد لحالها كيب أخلص من التكعيب بالجذر التكعيبي صح إذن بأخذ جذر التكعيبي للطرفين هون بأخذ جذر تكعيبي وهون كمان بأخذ جذر تكعيبي للطرفين إذن أصبحت عنا طبعا جذر التكعيبي ما التكعيبي بتروح صفت عنا صاد بتساوي هي الجذر التكعيبي لواحد على سالب ثلاث سين قوة أربعة على أربعة زائد هاي هي صاد إذن عملية التكامل أول خطوة في عملية التكامل إيجاد هاي الإجابة سهلة يعني هون إحنا خلصنا بالمناسبة إحنا خلصنا بس عملية إيجاد أنه تخلي صاد أو تخلي صاد موضوع القانون هاي بتعتمد على مهارات الرياضيات كلها مهارات بالعمليات يعني إذا أنا أقوي بالمهارات الرياضيات والعمليات عملية إيجادها سهلة هذا لا يعني أنه إجابتك هاي غلط لا هاي الإجابة صح بس أنه إجاد صاد هذا أمر بكون أحسن وأحسن أنه إحنا نوجد صاد ونخليها موضع للقانون